وفي إيطاليا انطلقت اليوم الجولة الثانية من الانتخابات البلدية لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكانت نتائج الجولة الأولى التي جرت في الخامس من يونيو الجري قد أظهرت تقدما ملحوظا لحركة النجوم الخمس خاصة في العاصمة الإيطالية روما وتصدرت مرشحة الحركة فيرجينيا راقي نتائج الجولة بعد حصولها على 36% من أصوات الناخبين محققة بذلك إنجازا تاريخيا على الساحة السياسية الإيطالية